ما إن يصحوا العراقيون من فاجعة حتى تداهمهم أزمة وكأن باب الشر المطلق فتح على العراق بمصرعيه أقبل احتلال الأمريكي عام 2003 الكهرباء إحدى ضرورات الحياة التي لا يمكن الاستغناء عنها باتت من كبريات مشاكل العراقيين فعلى مدى 18 عاما ويزيد شهد القطاع انهيارا متسلسلا يبلغ ذروته في فصل الصيف عندما تتجاوز درجات الحرارة الخمسين مئوية وخلال هذه السنين العجاف تستنسخ الحكومة القادمة ذات وعود الحكومة السابقة بتوفير الكهرباء وإنهاء أزمتها لكن الفساد المتجذر بعقلية النظام الحاكم في العراق حال دون ذلك فأهدرت مليارات الدولارات على مشاريع وهمية وأخرى متلكئة ولم يدفع الضريبة أحد سوى المواطن العراقي البسيطة تفتيش بسيط في حيثيات معضلات العراق الجديد لا بد أن يحيلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ناحية الشرق حيث إيران التي وجدت نفسها أمام بلد كانت تحلم بالسيطرة عليه فهو يدر عليها الأموال ويمثل ساحة متقدمة لحروبها الإقليمية وهي اليوم تقطع عنه الكهرباء كما قطعت الماء من قبل الحكومة الإيرانية تحدثت عن تعليق تصدير الكهرباء إلى العراق لسد حاجة البلاد الداخلية منعكس سلبا على تجهيز التيار الكهربائي لعدة محافظات يترافق هذا مع تخفيض طهران لإمدادات الغاز لمحطات الكهرباء العراقية وكأنها خطوات مدروسة تهدف لمضاعفة معاناة العراقيين مسلسل تدمير البنية التحتية للطاقة لم يتوقف هنا فعمليات التفجير لأبراج الكهرباء المستمرة تفاقم الأزمة لسيما أن أصابع الاتهام تشير إلى جهات سياسية بالنظر إلى أن أماكن التفجيرات تخلو من تنظيم داعش بحسب نواب في البرلمان وبالرغم من المعاناة المتواصلة للشعب العراقي من أزمة الكهرباء يصر شركاء العملية السياسية على استيراد الطاقة من إيران ورض ربط الشبكة العراقية بالدول العربية فالمسؤولون في العراق يبدون أكثر حرصا على مصلحة النظام الإيراني من الإيرانيين أنفسهم ترجمة نانسي قنقر